بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طلابي و طالباتي أهلاً وسهلاً بكم في درس جديد في مادة علم البيئة كنا في درسنا الماضي قد انتهينا من أولى دروس فصل مبادئ علم البيئة انتهينا من فصل المخلوقات الحية و علاقاتها المتبادلة عندما تكلمنا عن الموطن البيئي الإطار البيئي ما هو الفرق ما بين الموطن البيئي ما هو الفرق ما بين الإطار البيئي ذكرنا أن الموطن البيئي هو المساحة الحيز الذي يتواجد فيها المخلوق الحي هذا الحيز يتفاوت قد يكون عدة أمتار قد يكون تحت الأحجار قد يكون عبارة عن جحر لنمل وقد يتجاوز عدة آلاف من الكيلو مترات إذن الموطن هو المكان الحيز الذي يتواجد فيها المخلوق الحي وعندما أردنا أن نفرق ما بين الحيز والموطن البيئي عرفنا الحيز وأبرزنا الفارق ما بين الحيز والموطن كون الإطار البيئي هو دور المخلوق الحي أو موضع في بيئة تلبي احتياجاته الضرورية مثل الغذاء والمأوى والتكاثر بمعنى أو عندما نختصر نشمل هذا التعريف نقصد به دور المخلوق الحي داخل بيئة الأدوار التي يؤديها المخلوق الحي داخل بيئة يتندرج تحت الإطار البيئة لعلكم تتذكرون في درسنا الماضي عندما استعرضنا مجموعة من الصور حاولنا أن نفرق ما بين الموطن البيئي والإطار البيئي لكل مخلوق أبهرنا صورته هنا على الشاشة من ضمن الأمثل التي أظهرناها تواجد البوم والصقر في منطقة واحدة في غابة واحدة ولكن رغم أنهما يتواجدون في موطن واحد إلا أن للصقر إطارها البيئي المختلف تماما عن البوم كون الصقر يعيش بالنهار بينما البوم لها معيشة ليلية هنا الأدوار تباينت هنا الأدوار اختلفت لذلك لا نستطيع أن نذكر بأن الأدوار واحدة أو الإطار البيئي واحد بالرغم من تواجدهم في نفس المنطقة باختصار الموطن هو الحيز والمكان يتواجد فيها المخلوق الحي الإطار البيئي هو دور المخلوق الحي داخل بيئة ثم انتقلنا بعد ذلك لنتعرف بشكل أكبر بشكل أشمل عن العلاقات المتمادلة ما بين المخلوقات الحي وذكرنا تتفاعل المخلوقات الحية التي تعيش معا في مجتمع حيوي باستمرار وتحدد هذه العلاقات العوامل اللاحيوية معالم النظام البيئي إذن هذه العلاقات مع العوامل اللاحيوية التي تستخدمها المخلوقات الحية تظهر لنا النظام البيئي عندما نتذكر سويا ونحن نتعرف على مستويات التنظيم للبيئة للبيئة ذكرنا هناك ست مستويات ذكرنا المخلوق الحي ثم الجماعة الحيوية ثم المجتمع الحيوي وعندما وصلنا للنظام البيئ ذكرنا أنه عبارة عن مجتمعات حيوية هذه المجتمعات الحيوية تتفاعل مع العوامل اللاحيوية سواء مع الغلاف الصخري أو الغلاف المائي أو مع الحيز الغلاف الغازي بحسب هذا التواجد هذا التفاعل ما بين المخلوقات والعوامل اللاحيوية يشكل الصورة لهذا النظام البيئي تعرفنا سويا وذكرنا أن هناك عدة علاقات تظهر ما بين المخلوقات الحية ظهر معنا في أولى العلاقات وهي علاقة التنافس وذكرنا بأن للتنافس صور متعددة أولاها التنافس على الغذاء قد يكون التنافس ما بين أفراد النوع الواحد وقد يكون التنافس ما بين الأنواع المختلفة وذكرنا أنه غالبا يكون التنافس ما بين النوع الواحد أكثر من الأنواع المختلفة وذلك لتشابه الاحتياجات لدى النوع الواحد أيضا من ضمن الصور التي أظهرناها لأنواع التنافس ظهر معنا التنافس على الماء كأحد أهم مصادر العوامل اللاحيوية التي تحتاجها المخلوقات الحية فالمخلوقات الحية داخل هذه الأنظمة البيئية تتنافس على الماء أيضا من ضمن العلاقات التي أظهرناها أو الصور لهذا التنافس التنافس على المكان ظهر معنا الدب كأحد المخلوقات الحية الإقليمية التي لا تسمح للدببة من نفس النوع أن تتشارك معه في نفس المنطقة ذكرنا أن الدب يتغذى بكميات كبيرة وعندما يحل فصل الشتاء هذا الدب بحاجة أن يخزن هذا الغذاء لكي يثبت لفترات طويلة هذا الدب احتياجاته الكبيرة لو تواجد مع أكثر من دب في هذه المنطقة قد تكون هذه الموارد المتواجدة غير كافية لذلك الله سبحانه وتعالى وجد هذه الفطرة في هذه الدببة فهي لا تسمح لأفراد النوع مشاكتها هذا الحيث هناك علامات هناك إشارات لسيطرة هذه الدببة على هذا الحيث وبإذن الله سبحانه وتعالى عندما نأخذ الفصل الخامس المتعلق بسلوك الحيوان سوف يكون لدينا تفصيل أكبر في هذه الجزئية أيضا على مستوى التنافس هناك صورة رابعة وهي التنافس على الضوء هذه العلاقة المختلفة ظهرت معنا الأشجار الكبيرة وهي تحجب الشمس هذا الضوء عن نباتات الأرضية أيضا سوف يكون لدينا تفصيل كبير عندما نتكلم عن الغابات المطيرة الغابات الكبيرة يتمتلك أشجار طويلة عندما تحجب أشعة الشمس عن النباتات عن الأعشاء التي تعيش في أرضية الغابة هذا نوع وصورة من صور التنافس التي تظهر ما بين المخلوقات الحية أكملنا سويا وتعرفنا على العلاقات التي تظهر ما بين المخلوقات الحية ظهر معنا أحد أهم العلاقات وهي الافتراس وركزنا على الافتراس عندما تكلمنا ذكرنا عن الافتراس وافتراس مخلوق حي نسميه مفترس على مخلوق حي آخر نسميها فريسة وذكرنا وركزنا بأن الافتراس ليس حكرا ليس حصرا للضواري للسباع لآكلات الحيوان أي مخلوق حي يتغذى على مخلوق حي آخر نسمي هذه العلاقة علاقة افتراس نسميها على تغذي الغزلان على النباتات هي نوع من نوع الافتراس أظهرنا نبتة الفينوس أو آكلة الحشرات عندما تغذت على هذه الحشرة أيضا يعتبر نوع مأنواع الافتراس ومن ضمن العلاقة التي ظهرت ما بين المخلوقات الحية مثل ما يظهر معنا هنا على الشاشة ذكرنا التكافل عرفنا التكافل على أنه علاقة وثيقة يعيش فيها نوعان أو أكثر من المخلوقات الحية ولكن للتكافل وجهين صورتين نوعين مختلفة في النوع الأول ظهرت معنا علاقة التقائض في علاقة التقائض أكدنا وذكرنا أن المخلوق الأول يستفيد والآخر يستفيد لأن هناك علاقة ما بين مخلوقين كل المخلوقين يستفيدون من هذه العلاقة بينما في الشكل الثاني في النوع الثاني علاقة التعايش ظهر معنا أحد المخلوقات يستفيد والآخر لا يستفيد ولكن بشرط أن لا يتضرر وعفوا لو حدث ضرر سوف ننتقل للعلاقة الرابعة وهي علاقة التطفد أبرزنا مثال تواجد الطيور بناءها لأعشاشها على الأشجار ونوع من أنواع علاقات التكافل وبالذات من نوع التعايش فالطاير يستفيد من هذه الشجرة كمأوة كمسكن في المقابل هذه الشجرة لا تستفيد من هذا العصفور أيضا هي لا تتضرر من هذا الطائر وفي العلاقة الرابعة ظهر معنا علاقة التطفل ومثل ما ذكرنا علاقة ما بين مخلوقين يستفيد فيهما أحدهما والآخر يتضرر وهنا الفارق ما بين علاقة التعايش وعلاقة التطفل أبرزنا عدة أمثلة قد يكون التطفل من خارج الأجسام كتطفل البعوض والذباب على الإنسان أيضا أبرزنا عدة أمثلة على التطفل يكون داخل الأجسام مثل الدودة يتطفل على قلب الكلب أيضا أثناء دراستكم لمقرر أحياء واحد ورد معنا عدة أمثلة تكلمنا عنها من المخلوقات التي تطفل على الإنسان في الطلاعيات كالبلازموديوم المسبب لمرض الملاريا هذا نوع من أنواع التطفل الذي يكون داخل جسم الإنسان أيضا ظهر معنا علاقة مختلفة للتطفل وهو تطفل الحضانة طائر الأبقار بني الرأس هذا الطائر لا يبني أعشاشه أي تطفل على الأعشاش أو لأعشاش الطيور الأخرى شاهدنا كيف أن هذا الطائر أثر على أعداد الطائر المغرد فهذا الطائر يضع بيضه في عش الطائر المغرد ليكون بحضانته هنا هذه العلاقة أسميناها علاقة تطفل ولكن من نوع مختلف أسميناها علاقة تطفل الأعشاش اليوم بإذن الله سوف نتكلم عن الدرس الثاني في فصل مبادع علم البيئة وهو انتقال الطاقة في النظام البيئي لدينا فكرة رئيسة في درسنا تنصف الفكرة الرئيسة بأنه تحصل المخلوقات الحية الذاتية التغذي على الطاقة فتوفرها لكل مخلوقات أفراد الشبكة الغذائية أيضا خلال دراستنا لهذا الدرس بإذن الله لدينا مجموعة أهداف نسعى سويا لتحقيقها بإذن الله في الهدف الأول بأن تصف وتصفي انتقال الطاقة في نظام بيئي ماء في الهدف الثاني أن تحدد وتحددي مصدر الطاقة للمنتجات التي تعتمد على البناء الضوي في تغذيها الهدف الأول والثاني هم أهدافنا لدرس اليوم أيضا خلال دراستنا لهذا الدرس لدينا هدف نسعى سويا لتحقيقه في الدرس القادم وهو أن تصف السلاسل الغذائية والشبكات الغذائية والهرم الغذائي في الربط مع الحياة ظهر معنا في الكتاب عندما نأكل الطعام نزود أجسامنا بالطاقة و عندما عرفتنا بأن الشمس هي المصدر الأساسي للطاقة سنتساءل كيف دخلت الطاقة الشمسية في طعامنا إذن جميعنا نملك معلومة أن المصدر الأساسي للطاقة هو الشمس ولكن عندما نتغذى نحن نتغذى لنحصل على الطاقة إذن كيف لهذه الطاقة التي أتت من الشمس تصل إلى غذائنا كل هذه التفاصيل سوف نتعلمها اليوم بإذن الله خلال دراستنا لفصل انتقال الطاقة وسيكون لدينا تفصيل أكبر في هذه الجزئية في البداية دعونا نعرف الطاقة ما هي الطاقة؟ ماذا نقصد بالطاقة؟ ماذا نعني بالطاقة؟ كيف نعرف الطاقة؟ الطاقة هي القدرة على إنجاز الشغل الطاقة هي القدرة على إنجاز العمل إذن وأنا أتكلم معكم حركة اللسان هي بالطاقة رمشة العين لدي هي بالطاقة اليد عندما أحركها هي بالطاقة اللمبات الموجودة لدينا في الاستوديو بالطاقة المكيف السيارة كل هذا العالم يعمل بالطاقة الطاقة هي القدرة على الإنجاز الطاقة هي القدرة على الشغل لنعرف الطاقة لنفصل في الطاقة لابد أن نتعرف على قوانين الديناميكا الحرارية فلدينا في قوانين الديناميكا الحرارية قانون أول وقانون ثاني القانون الأول في الديناميكا الحرارية ينص ونسمي حفظ الطاقة وهو ينص على أن الطاقة تتحول من شكل إلى آخر ولكن لا يمكن أن تفنى أو تستحدث إلا بمشيئة الله تعالى هنا في القانون الأول يقصد أن الطاقة محفوظة هذه الطاقة قد تتحول من شكل إلى آخر من طاقة ضوئية إلى طاقة كهربائية إلى طاقة ميكانيكية ولكن هذه الطاقة سوف عندما تتحول من شكل إلى آخر لا يمكن أن تستحدث ولا يمكن أن تفنى هذه الطاقة إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى هذا القانون الأول نسميه قانون حفظ الطاقة القانون الثاني هو يتبع القانون الأول في القانون الثاني يذكر لنا أن الديناميكا الحرارية تنص على حدوث فقدان في الطاقة عند تحولها من شكل إلى آخر هذا الأمر يكون واضح بشكل كبير في السلاسل الغذائية سيتضح معنا بشكل أكبر في درسنا القادم إذن دعونا نربط ما بين القانونين القانونين الأول يذكر بأن الطاقة لا يمكن أن تفنى أو تستحدث إلا بمشيئة الله تعالى ولكن من الممكن أن هذه الطاقة تتحول من شكل إلى آخر البنزين في السيارة هو طاقة كيميائية عندما يصل المحرك يحترق بواسطة الجزء الميكانيك الذي يشعل هذه المحرك أو ما نسميه بالعامية البواجي كجزء داخل هذه المكين يحولها إلى طاقة كهربائية ثم عندما يبدأ هذا المحرك بالعمل وتبدأ هذه الكفرات بالدوران هذه الطاقة تحولت إلى طاقة ميكانيكية هنا شاهدنا تحول من طاقة إلى طاقة هذا القانون يؤمن بالتحول في هذه الطاقة ولكن يذكر أن الطاقة لا تستحدث لا تفنى هذه الطاقة القانون الآخر هنا يتكلم بصيغة ثانية أنه عندما نحول الطاقة من شكل إلى آخر سوف نفقد جزء من هذه الطاقة وهذه الطاقة المفقودة سوف تتحول على شكل حرارة إذن عند التحول من شكل إلى آخر في الطاقة سوف نشاهد فقدان في كمية الطاقة سوف تتحول على شكل حرارة من طرائق دراسة التفاعل ما بين المخلوقات الحية في النظام البي تتبع انتقال هذه الطاقة تختلف المخلوقات الحية في طريقة حصولها على الطاقة فهي تصنف إما ذاتية التغذي أو غير ذاتية التغذي وهذه المعلومة قد لا تكون جديدة عليكم ممكن من المرحلة البتدائية ونحن متفقين أن المخلوقات في حصولها في تغذيها أو في حصولها على الطاقة لديها آليتين طريقتين نقد نستطيع أن نصنفهم إلى ذاتية التغذي بمعنى تصنع غذائها بنفسها والشقة الآخر والقسم الآخر غير ذاتية التغذي هذه المجموعة لا تصنع غذاء إنما نسميها المستهلكات تحصل على الطاقة عندما تتغذى على المخلوقات الحية الأخرى بتفصيل أكبر كي نتعرف على هذه المخلوقات كيف تتغذى كيف تصنع غذائها كيف تستهلك هذا الغذاء من المخلوقات الأخرى يظهر معنا في الشقة الأول ذاتية التغذي هذه المخلوقات مكنها الله سبحانه وتعالى من الحصول على الطاقة من ضوء الشمس أو المواد الغير عضوية هذه المخلوقات نسميها صانعات الغذاء هذه المخلوقات نسميها المنتجات التي تنتج الغذاء هذه المخلوقات الله سبحانه وتعالى وهاب لها خصائف عضيات تركيب مختلفة من خلالها تستطيع صنع الغذاء إما باستخدام الطاقة الضوئية ضوء الشمس أو من خلال استخدام الطاقة الكيميائية ثم تكون بصنع الغذاء يظهر معنا النوع الأول من ذاتية التغذي وهي مخلوقات البناء الكيميائي كالبكتيري التي تستخدم كبريتيد الهيدروجين ثانيوكسيد الكربون لبناء جزئيات عضوية ومثل ما ذكرنا ونحن في مقرر أحياء واحد لعلنا فصلنا عندما تعرفنا عن البدايات والبكتيري إذا ظهر معنا أنواع ذاتية وغير ذاتية وظهر معنا أنواع من البكتيريا كان لديها القدرة على صنع غذائها باستخدام الطاقة الكيميائية أما النوع الآخر وهي مخلوقات البناء الضوئي هذه المخلوقات لكي تصنع غذائها هي تتطلب وجود الكلوروفيل بتخصص أكبر في النباتات نشاهد البلاستيدا التي تحتوي على الكلوروفيل تستطيع امتصاص الطاقة الضوئية وبالحصول على الماء وثاني أكسيد الكربون هي تكون بصناعة غذاء هنا سأتوقف قليلا سأخرج على الدرس لنركز على مفهوم خطأ علمي دائما يكون لبس لدى الطلبة عندما نسأل الطلبة كيف تتنفس النباتات نجد الإجابة مباشرة أن النباتات تحصل على ثاني أكسيد الكربون وتخرج الأكسجين بعكس الإنسان والصحيح أن النباتات مثل باقي المخلوقات الحية هي تتنفس بإدخال الأكسجين وبإخراج ثاني أكسيد الكربون عندما تقوم النباتات بإدخال ثاني أكسيد الكربون وإخراج الأكسجين هذه عملية مختلفة عن عملية التنفس نسميها عملية البناء الضوي في عملية البناء الضوي هي تدخل ثاني أكسيد الكربون وتخرج الأكسجين ولكن في عملية التنفس هي عملية حرق الغذاء تكسير هذا الغذاء لتحرر الطاقة لتستفيد من هذه الطاقة هي مثل باقي المخلوقات الحية تحصل على الأكسجين وتخرج ثاني أكسيد الكربون إذن هذه المخلوقات تحويل كلوروفيل الذي يساعدها في امتصاص الطاقة في أثناء عملية البناء الضوئي وتستخدمها في تحويل ثانيكسيد الكربون والماء وهي عبارة عن مواد غير عضوية إلى جزئات عضوية وإذن ما يظهر معنا هنا معادة البناء الضوئي نشاهد ثانيكسيد الكربون بالإضافة للماء في وجود الضوء الذي تمتص هذه الصبغات مثل صبغة الكلوروفيل سوف يكون لدينا غذاء وهو سكر الجيلوكوز بالإضافة إلى الأكسجين الشقة الثانية النوع الثاني من المخلوقات هي المخلوقات غير ذاتية التغذي نقصد بهذه المخلوقات التي تحصل على احتياجها بالتغذي على مخلوقات حية أخرى إذن هذه المخلوقات لا تصنع غذائها هذه المخلوقات هي مخلوقات مستهلكة عبرنا عن ذاتي التغذي بأنها مخلوقات منتجة بينما هذه المخلوقات هي مخلوقات مستهلكة هذه المخلوقات إما آكلات لحوم إما آكلات أعشاب إما مخلوقات كانسة أو مخلوقات محللة يظهر معنا في النوع الأول آكلات الأعشاب كالأبقار، الغزلان، الأرانب جميع الحيوانات العاشبة هي تندرج تحت آكلات الأعشاب في النوع الثاني يظهر معنا آكلات اللحوم هذه المخلوقات المفترسة تفترس مخلوقات حية غير ذاتية التغذي ومثل ما يظهر معناك الصور الوشق والذب كذلك الأسد، الضبع، الفهد، النمر جميعها مخلوقات آكلات لحوم هناك مخلوقات من نوع مختلف ونسميها المخلوقات القارتة كالإنسان، الدب ما هي المخلوقات القارتة؟ هذا كمسمجد المخلوقات القارتة هي التي تتغذى على اللحوم وتتغذى على النباتات نسميها مخلوقات قارتة الإنسان كأحد المخلوقات القارتة فنحن نتغذى على اللحوم، نتغذى على النباتات أيضا الدببة كذلك تتغذى على النباتات وتتغذى على اللحوم من ضمن أنواع المخلوقات غير ذات التغذية المخلوقات الكنسة مثل ما يظهر معنا هنا مخلوقات حية تتغذى على أجزاء من المواد الميتة فتعيد بذلك المواد المغذية للتربة أو الهواء أو الماء ومثل ما أظهرنا الديدان، الحشرات المائية، الفطر الكتيفي أنواع كثيرة من المخلوقات نسميها عفوا الفطر الكتيفي يعتبر من المخلوقات المحللة لكن عندما تكلم عن المخلوقات الكنسة، الديدان والحشرات المائية هي مثال على المخلوقات الكنسة هذه المخلوقات تتغذى على الأجزاء الميتة تتغذى على الأجزاء الميتة هذه المخلوقات نحن نعبر عنها في علاقات التغذي بالمترممة التي تتغذى على بقايا المخلوقات الميتة والمواد العضوية ما الفرق ما بين المحللات والكانسة المحللات مترممة والكانسة مترممة الفارق ما بينهم أن المحللات تفرز إنزيمات لتحليل هذه المواد إذن عندما نعبر عن المخلوقات المحللة مثل هنا الفطرة الكتافي تحلل هذه المخلوقات الميتة عن طريق إفراز إنزيمات هاضمة ولعلى الأبرز الأمثلة الفطريات والبكتيريا المخلوقات الحية غير ذات التغذية تقوم بتحليل جزء من المواد المغذية عندما تتغذع المخلوقات أخرى وتحولها إلى مركبات عضوية تعمل المحليات على تحليل المركبات العضوية لتوفر المواد المغذية للمنتجات هنا كأنه يثبت لنا هذا التسلسل هذا الدوران في المخلوقات الحية عندما تنتج النباتات الغذاء تأتي آكلات العشاب تتغذى على النباتات تأتي آكلات اللحوم تتغذى على آكلات النباتات عندما تموت النباتات وآكلات الأعشاب وآكلات اللحوم يأتي الدور على المخلوقات الكانسة المحللة التي تقوم بتحليل هذه المركبات العضوية وإعادتها إلى التربة لتبدأ النباتات وهي المنتجات بامتصاص هذه المواد وكأنه يذكر لنا أنه في عملية دوران داخل النظام البي بدون المحللات والكانسات سيمتل الغلاف الحيوي للمخلوقات الميتة لذلك لن تتاح الموادة المغذية للمخلوقات الحية الأخرى فبدون تحليل المخلوقات الميتة وكأنه يبرز الدور الأهم لهذه المحللات لهذه الكانسات لهذه المخلوقات المترممة التي أعادت المادة المغذية للغلاف الحيوي لكي نستفيد منها مرة أخرى في نهاية الدرس لدينا سؤال بسيط في سؤالنا الأول ما الفرق بين مخلوقات البناء الضوي والبناء الكيميائي جميعها ذاتية التغذي ولكن الفرق ما بينهما كون مخلوقات البناء الضوي تستخدم الطاقة الشمسية لصنع غذائها بينما تستخدم مخلوقات البناء الكيميائي مواد غير عضوية كالكبريت والنيتروجين في سؤالنا الثاني ما فائدة المخلوقات الكانسة والمترممة مثل ما ذكرنا في شريحتنا الأخيرة تساعد في تحليل المخلوقات الميتة وتسهم في إعادة تدوير المواد في سؤالنا الثالث ماذا نقصد بالطاقة ماذا نعني بالطاقة كيف نعرف الطاقة اتفقنا سويا بأن الطاقة هي القدرة على التغيير وإنجاز الشغل بهذا السؤال نكون قد وصلنا إلى ختام درس انتقال الطاقة في النظام البي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك